اكد السيد عبدالعزيز الاشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة حرص الوزارة على ضمان سيابية تدفق المنتجات الاساسية في الاسواق واستقرار اسعارها جاء ذلك خلال تنفيذ الحملات التفتيشية التي شملت الاسواق التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والرئيسية بمختلف محافظات مملكة البحرين وذلك استمرارا للحملات التفقدية والرقابية الدورية على الاسواق التجارية للتحقق من توفر السلع الغذائية والمنتجات الاساسية واستقرار اسعارها واكد الاشراف بان النتائج تشير لاستقرار عام في توفر السلع والمنتجات الاساسية مع وجود مخصون غذائي بكميات كافية ووفيرة حيث يحرص التجار على توفير مختلف الانواع من السلع والمنتجات ومن مصادر متعددة بالاضافة الى استمرارية العروض والتخفيضات التي تقدمها المحال التجارية لبعض السلع والمنتجات لتكون في متناول الجميع حملات تفتيشية ورقابية أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة على مختلف المحلات والمرافق لتعزيز الرقابة على الانشطة التجارية عبر هذه الحملات التفتيشية وفقا لخطة استراتيجية تضمن عدم المساس بالاسعار وتوافر السلع وتأتي هذه الحملات بهدف حفظ حقوق المستهلكين ومتابعة القطاع التجاري إضافة إلى إرشاد المعنيين وتدقيفهم للحد من المخالفات تكثيف الحملات التفتيشية في الفترة الأخيرة تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك التحقق من المواد الأساسية والسلع المتوفرة في الأسواق والحمد لله بشكل عام لاحظنا أن هنا ثبات في الأسعار وتوفر في المنتجات بشكل عام نستمر بالحملة التفتيشية في جميع محافظات مملكة البحرين للتأكد من السلع والمواد الغذائية الضرورية ولله الحمد نستمر نشوف جميع السلع والمواد الغذائية متوفرة بكميات كبيرة بأسلوب تقني متطور تمضي الوزارة قدما حرصا منها على التطبيق السليم للقوانين بكافة جوانبه الفنية والتنظيمية والإجرائية والرقابية على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية مع ضمان سرعة وفعالية الأداء في المهم الرقابية تستمر الحملات التفتيشية باستخدام الأنظيمات المناسبة لتطبيق السياسات والقوانين بالشكل الصحيح الذي يضمن متانة الاقتصاد في مملكة البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين